اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 45 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت مصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصا بينهم امرأة من محافظة الخليل الجنوبية بينما جرى اعتقال 11 من بيت لحم الوقاعة في الجنوب ايضا واضفت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت 8 اشخاص من قرى محافظة رامالة والبيرة الوقاعة وسط الضفة واربع من بلدة حزمة في القدس ومن نابلس في شمال الدفة اعتقلت قوات الاحتلال الاسر المحرر عمر منصور بينما جرى اعتقال 5 فلسطينيين من محافظة اريحة والاغوار شرق الدفة الغربية